مرحبا معكم توني واليوم رح نعمل سكاننج بالبيت بحلقة سابقة شاهدنا كيف انا بظهر الفلومي الابيض واسوار عندي بالبيت هيدا الموضوع ما بنتهي هون صار معنا نغاتف عالشكل سابقتكم بس هيدا بعدنا بمرحلة ما فينا نستعملوا بشي كيف بدنا تدجيتيز هيدا الفيلم ويصير عنا على الكمبيوتر وننجع نقلبه من نيجاتف لبوزيتف اليوم رح فجيكم طريقتي انا هلأ فيه فيه طرق عدة تنعمل اشي او اهيان طريقة هي بتنزل أبليكيشن انا اللي عندي اسمها كوداك موبايل فيلم سكانر بتطلع على هالشكل وعندك هون سيلكشن بتنقي كولر نيجاتف كولر بوزيتف او بلاك انت وايت نيجاتف اذا كبس على البلاك انت وايت نيجاتف بفارجيك هون متل ما شايفين نيجاتف بتحط الفيلم قدامو هالشكل وبحف اذا بيان عليكم وبيقلب لك ايه الى بوزيتف بتاخدوا الصورة ويمكن تضبط التفاصيل من هالنوع بس بطبيعة الحال مشكلة هلد فيه طريقتين اللي هي بتجيب سكانر فيه كتير برندات مرح من ابسن لكوتك لكتير برندات مرح فوت بتفاصيلهم كمان طريقة بس انا لقيت في طريقة اسرع من السكانر وهين كتير هي عبارة عن تستعمل الكاميرا تبعك سو بتاخد صورة للفيلم تبعك بهالحالة بس بحاجة لديجتال كاميرا بحاجة لترايبود بطبيعة الحال بحاجة للنس ماكرو إذا قد تقدر تاخد أقرب صورة للفرين بحجم كبير يعني تقدر بس انا عم بستعمل ال-A6500 بتعتيك 24 ميجابيكسل تقدر انا قد ما فييك أخد اخد اقرب للنغاتف تبعلي وتكون الصورة الإخداء قرب شي لتوينتي فور ميجابيكسل رح نلقي نظرة ونشوف سوا الـ Setup كيف هو وكيف يأخذ الصور ونرجع من كفى حديثنا ومثل ما شايفين هيدا الـ Setup عبعضه مثل هو تقريبا رح حطوه انتو ساكشن صغيرة تشوفوا كيف مصن بالأول عنه الـ Sony A6500 وعليه كارل زيز جانا فلاكتاقون 35mm F2.4 هذه لانس قديمة قليلة ولكن لديها قليلة ماكرو لذلك يوجد تعمل فوكس حتى 19 سنتيمتر مفيدة بهذا الحال هنا كنتم ترى بكل بساطة حادث على البتنين فيلم ولكن تعرفوا عن هذا الشيء هذه هي عبارة عن زيزة اخذها من كارت صورة وقاصص عليها كارتون صغيرة واللاقات صغيرة وتنسي اتنين وفيها فتحة تقريبا قد حجم الفن حطها على الشكل تنخلق الـ Lightbox عندي أبليكيشن اسمه Screen Light بتضوع الشكل ونحطها تحت عاد الشكل سوصار عنها Backlit ونجيب الفن عالشكل انا خطو مقصوص وردي بتفوتو من وان سايد عالشكل من ميل ل ميل هاي دي بس هعملها قطة يظل الفن نسباتكم سابن محلو أو هايك يمكننا نقول بيان عنا أول احنا احنا عملي مصنع احنا بأول بتعملها زوم ان ومانيول تعملت فوكس عليها الأبلشة عادة عادة نبحثتci على الأعزب انا 5.6 أو 7 وميك شور انو everything is in focus ومتبلش على الشكل انا بجربي اخذ صورة learning water control or اذاباتكم فيكم تحطوه timer بس تكونوا اكيدين انو كبسة الكاميرا ما تهز الكاميرا وتطلع فيه ونصيرو تزيحوا على الشكل لتاني frame وتاخذوا صورة وعال الشكل تقلت صورة وبتكتفور فيه ممكن هاي الطريقة بالاول اللي ناخد الصور وهلا راح نرجع على ال position تانية وخبرتكم كيف you upload them وكيف نقلبهم من negative وبعد ما شفنا طريقة كيف انا صورت هاي دول negative تابعولي كيف نقلتهم من negative صارو digital على ال SD card هلا راح نروح على ال screen view ورح اخذكم step by step بطبيعة الحال راح عملها بسرعة شوي ما راح فوض بالتفاصيل بس راح اخد example واحد وفرجيكم كيف تعمل crop لهذه الصورة وكيف تحولها من negative ل positive وشو طريقة ممكن تستعملها بالهيستوغرام فقط لتستعملها بسرعة وغيرها بالتفاصيل وغيرها بالتفاصيل ونرى نراح نقل نظر عليه ومثل ما شايفين صار عنا الصورة موجودة على Lightroom مثل ما شايفينها جاية negative يعني الالوان مقلوبة اول شي اللي بدك تعمله بالمبدأ بما انه هيدا الفيلم ابيض واسود بروح على black and white وبحول على الالوان الابيض واسود برجع باخد color picker وبنقى على negative من فوق اللي هو لون الابيض تحدد شو هو لون الابيض بعمل adjustment حسب white balance حسب هيدا الشي next step هي بناخد selector اللي هو crop mode وبعمل crop بسيط على الشكل عالطا باخد شوية من الصورة بطبيعة الحال ما بتكون كتير جلسة اقرب شي ممكن بهالشكل صار عنا الصورة كاملة صار عنا الصورة كاملة على شكل negative كيف نحولها الى positive بتفوت هون على اليمين بنبش على tone curves هنا هالشكل ومتل ما شايفين عنا curve جاية من تحت لفوق لما ناخد black هذه النقطة black وهذه النقطة white اللي بنعمله بكل بساطة هو نقلبه بناخد النقطة black ونحولها الى عبيض بيان صار احمر لانه solid white كله over exposed وبنلقط النقطة التانية هون البيضة وبننزلها الى تحت متل ما شفته متل السحر صار عنا الصورة هلا كيف فينا نشتغل شوي نقطة صغيرة كيف انا بعملها كلمة حسن شوية contrast تبع الصور متل ما شايفين هون اللي جاية من نقطة A لبي وعندك هون فرغ اللي بعمله بلقطة black انا ببوشت لحديث تبع الكرف تبعي هون ونفس الشي بتصرف بالwhite يعني اذا بدكم بتفشل بلش يبين اسود يعني هول صارو solid black نوقف تقريبا بهالشكل اذا بتشوفو before and after شو صار عنا بالصورة هلا هون بتكون باسيكلي حولت الصورة انت وصار عندك ايها positive وفيك تستعملها فيك كمان بطبيعة الحال تشتغل شوية على white balance طبعك في أسير او شوية على exposure متل ما شايفين بزيد شوية contrast بمحل من المحلات الhighlights هون عادة هون تشتغل على النكاتف كله بيقلب بالقلب يعني الhighlights اذا بدك توطي بتكون عم بتزيد الhighlights و اذا عم تطلع لفوق بتكون عم تنقصه كل شي بالقلب بدك تتذكر هون عم تشتغل لانه هو اصلا فايل is a negative اللي بحب اعمله هو انا بحرك هون و بشوف انا وين بكون مبسوط بالصورة اكتر يعني فينا فوق بتفاصيل اكتر بس رح جاري بخلي الصورة as much as possible مثل ما كانت رح زيد شوية اللي هي كمان هيك بتقويلي شوية contrast وصار عنا الصورة على الشكل كامل بها البساطة حولنا من negative ل positive وطبيعة الحال تذهب ونحن اتفع التفاصيل بتنقصه وكل شي ويأتيكون الفافية وهي ده كان كل شي الى اليوم ان شاء الله كانت المعلومات مفيدة تذكروا اشتركوا ان تشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لك نحن رحبا شكرا من اشتركوا في القناة